موسيقى عهد بحوث الشواطئ منوّرنا دكتور ربنا يخليك نبدأ الأول بالكلام طب نبدأ الأول مبدئيا بس كده بالكلام مع أستاذة صمر أستاذة صمر أنا عندي سؤال المشروع بتاعك متعلق بحاجتين متعلق بالتمكين الاقتصادي للسيدة المصرية ونبدأ الأول من الفيوم صحي كده ومتعلق بمسألة تدوير نفايات النخل تجدتك الفكرة دي من إيه مبدئيا يعني أنا كنت بشتغل في ده من 2012 كنت مع منظمة العمل وبرنامج الغزاء العالمي كانوا مستهدفين تمكين للسيدات أمهات الأطفال المتسربين من التعليم بحيث أن احنا ندخل دخل زيادة جوه الأسرة فالستة ما تضطرش أنها تتقرج منها من التعليم عشان يشتغل تمام؟ ده أول حاجة أنا لما دست في الحكاية شوية وابتديت أشوف مردود ده على الست إيه وعلى الأسرة إيه الموضوع جمي بصراحة فاروح تم طبقة عليه رسالة للدكتورة بتاعتي حلو استبقى العائد الاجتماعي للتمكين الاقتصادي للسيدة التقدير المجتمعي لها وانا عمالي أقول لك يا أستاذة دكتورة بقى يتقدم له أكل مختلف عن الأول مكان بقى نظيف أحسن من الأول فأول أول عائد بيطلع من التمكين الاقتصادي للسيدة هو حياة الطفل ده أحلامه نفسها بتتغير بالزبط يعني طموحاته أحلامه أفكار المستخدمين أقدر أصرف عليه أقدر يتمنى ما خلاص الست هي اللي بقى في إيديها الفلوس دلوقتي بتصرف عليه تمام فده دي شوية خبرة كده قليلة كانت عندي زي التوجه والمحافظة عندنا قيادات المحافظة الحقيقة قيادة مستنيرة جدا هم عايزين يمكنوا أو يخلقوا تكتلات اقتصادية للحرف التراثية اللي بمشتغل فيها الفيوم عندنا الاعلام اللي هي بالخوص أو هي الحاجات بتاعت النخيل في عندنا العجمين الجريت في عندنا النزلة بالفخار مشهورة برضو القرية التونس وبرضو كل الحاجات صديقة للبيئة والحمد لله أنا هي كلها صديقة للبيئة كويس جدا طب هنا أروح لدكتور أيمن عبد المنعم وأسأل حضرتك عامل مشروع كبير جدا لتطوير أنظمة الإنزار المبكر ودي حاجة بالنسبة لي طبعا معقدة جدا أنا رجل مش عالي مع الإطلاق يعني خالص أنا كل قصتي أنا كنت علمي بس في السنوية العامل أفهم وبرضو قدر الإمكان وإحنا بنوصلها للمشاهد العادي أهمية تطوير مشروع للإنزار المبكر مبكر إيه؟ هو أساسا إسكندرية بتعتبر خامس دولة متأثرة بموضوع التغيرات المناخية على مستوى العالم خامس مدينة ساحلية فطبعا وضع إسكندرية إحنا طبعا عايشين في إسكندرية وشايفين الدنيا كل شيء بتتغير يعني مثلا في سنة 2015 نزل في ثلاثة أيام مجموعة أمطار تنزل في سنة خلت إسكندرية تقريبا تغير زائد الساحل عندنا طبعا فيه مشاكل مع النحر الشواطئ ومع أي تغير مع التغيرات المناخية بيعمل فيضانات وبيعمل حاجة اسماران قبل لأن الميا بتخش للأرض نفسيها فالمفروض الكلام ده كله لازم يدرس كويس أولا فهنا عاملين نظام متكامل لموضوع الإنزار المبكر بيبتدي بثلاث مراحل أول مرحلة أنا بقيس الصفات الحقيقية بتاعة البحر وبتاعة الهوى وكمان المادة والجزر بيتأسبح حاجة اسمها ريال تايم ريال تايم معناها 24 ساعة بيديني الداتا يعني غير الأول لما كنت أروح البحر بنزل السنسور بتاعي أقس وأمشي لا ده السنسور موجود 24 ساعة 7 يام في الأسبوع على طول شغال يدي داتا طول الوقت داتا على طول الوقت داتة أرصاد كاملة أرصاد طبعا بالنسبة لنا جو مائية وداتا البحر والأمواج وداتا طبعا مستوى سطح البحر اللي احنا عدد بنقول على مادة وجزر نعم هو مستوى سطح البحر نفسه كل بيانات دي بتتجمع كريال تايم وبتروح في مركز بيتجمع بقى الداتا دي وبعد كده بنبتدي نخش في مرحلة تانية نشوف يا ترى الداتا دي بقى نعمل لها حاجة بيسمها ماثماتيكا الموضل يعني نمازج رياضية عشان أعمل بالضبط التنبؤ لإيه لإيه اللي هيحصل بكرة وبعده وبعده تمام؟ والمشكلة الأكبر كمان أن لازم النتائج دي أحللها فبنخش في مرحلة تانية تحليل بقى البيانات بس طبعا السيستم ده كله شغال بأحدث أنظمة موجودة على مستوى العالم يعني نقل الداتا نفسيها بأحدث أنظمة البرامج الرياضية المستخدمة بأحدث برامج رياضية عندنا أنا عندنا في معد بحض الشواطئ الكلام ده يعني عندنا الكلام في مصر في مصر اه احنا معد متخصص أصلا يعني عندنا أحدث بس أنا دايما ثقتي في العلماء المصريين تجيب السماء بس دايما نعود أفكر طب إحنا عندنا الإمكانيات طب إحنا عندنا الأجهزة طب إحنا عندنا يعني دايما دايما سؤال ايه أقول ليساعدتك يعني إحنا عندنا ما شاء الله خبرة كبيرة وعندنا سطف كبير يعني المشروع ده مش أنا اللي عمله لوحدي ده في فريق كامل ده دخل لعمل المشروع ده يعني بس هي المشكلة اللي بتقابلنا دايما الغلو أو يعني الأجهزة غالية جدا يعني مثلا السنسور بقول لحضرتك بتعد وتمشي ده مثلا ممكن يوصل لهم 300 ألف حاجة كده إنما اللي يستمر إنما لو الجهاز اللي يستمر بالستة شهور بالسنة سعر مختلف تماما حاجة تانية يعني أكتر بالمليون بسهولة البوي نفسه اللي هو اللي احنا عنحط عليه للسنسور دي كلها دي الواحده ممكن يوصل لستة مليون يعني يعني فعشان كده إن حضرتك تتحرك ونعمل سيستم زي كده متكامل عملية مكلفة جدا فعني ما صدقنا بصراحة يعني معالي الوزير يعني الدكتور هانيس ويلم قعد معنا بعد ما مسك الوزارة يعني وبصراحة شجعنا إن إحنا نقدم مشاريع على طول فما صدقنا إن المحافظة يعني فتحت الباب ده وعملنا للسيستم ده المهم في الآخر بعد ما النتائج دي بتتحلل بتروح بقى لدي سي جاميكر اللي هو صنع القرار إنت عندك مشكلة هتحصل كذا 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 عندك دلوقتي داتا وكذا كذا تمام؟ يقدر يعمل بقى رأي مظبوط عشان استراتيجية وصاد الكوارث اللي ممكن تحصل من climate change للتغيير المناخ ممكن تحصل من الفايدانات ممكن تحصل من السنامي اللي هي الأمواج العاتية اللي بتيجي لنتيجة الزلزال في البحر كل حاجات دي بنقدر نعمل عليها كنترول طالما أنا بدي داتا صح وريال تايم يعني كنتينووس متصل على طول مش بقى أخذ داتا أو خلاص لا كل الداتا دي طبعا متوقع مفيدة جدا من الزمانة فده سيستم متكامل عايزين نعمله فأنا نفسي روح أزور المركز ده يا ريت والله هتشرفنا في سكندرية أهل المساعدين يعني أنا قاعد عمان متخيل أن أنا بتفرج على فيلم 2012 حاجة خيال بالنسبة لي وأن الحاجة دي بتبه يرمي جدا يعني في الحاجة دي عمزة الأطفال بفضل قاعد مجدوها وعاوز قاعد أسمع طيب أنا هستأذن أرجع مرة تانية لدكتور سمر دلوقتي اشتغلتي على هذا المشروع اللي يخلق التمكين الاقتصادي واللي في نفس الوقت يبقى نوع من أنواع الاقتصاد اللي هي تحافظ على البيئة اقتصاد أخضر زي ما بيت قال ولاحظتي أنه أول منتج خارج هو تغيير حياة الأطفال دول صحي كده؟ أن الولاد دول اللي هم أبناء سيدات الفضليات اللي بدأنا نغير في نوعية نشاطهم الاقتصادي وما كانهم اقتصاديا زي ما كنت أقولي كده أحلامهم اختلفت صح؟ هي الفكرة بس النوعية دي من الصناعات أو الحرف عندنا كان فيه شوية تحديات بتقابلهم يعني إحنا ملاحظين مثلا أن السيدة دي بالرغم أن هي عندها خبرة عندها مهارة معينة عندها صنعة في إيديها ولكن ما بتقدرش يتوفر دخل كافي مناسب لها ودايما هي مش قادرة تخرج من حالة العوز اللي هي فيه فمعظم السيدات دول على فكرة من مستحق تكافل وكرامة طيب يا ترى إيه السبب؟ نزلنا وعملنا زي دراسة كده استطلاعية للحكاية فعندهم مشكلة في الحصول على الخمات ما عندهاش القدرة الشرائية أو ما عندهاش الفلوس الكافية لتقدر تجيب الخمات لنفسها فهي طول وقت مستنية التاجر بيجيب لها الخامة هي بتشتغلها لحسابه آه تمام كده؟ هيجيب لها الخامة وهي تصنع وتديها للتاجر تاني تديها للتاجر تاني طبعا بأجر يعني قليل جدا عن مهود اللي هي بتعمله طبعا دي حاجة طيب ما عندهاش برضو قدر من الوعي أن هي تقدر تستثمر يعني فكرة استثماري بقى نفسه أو أن هي تتدور هي مش مدربة على ده فلما كد مثلا أجهزة بتنزل تساعد السيدة دي وتدي لها قروض أو ما شابه بتغسر في القروض مثلا في إيه في حاجات ليه علاقة بالبيت تتجوز بنتها تجهزها تجيب حاجة لابنها مش عارفة تعمل حاجة في البيت وترجع بقى تسد بالآجل فالمبلغ اللي جاي بيروحها لاستهلاك وبيروحش على الانتاج بالضبط كده زائد ما بتقدرش تسوق لروحها ما بتقدرش إن هي تفضل مستديمة في المشروع ويبقى فيه عائد مستمر لها فكانت الفكرة إن إحنا رقم واحد هنعمل لها مجموعة من التدريبات تبدأ من أول تدريبات بسيطة وميصدر لها على ريادة الأعمال زائد إن هي بعد ريادة الأعمال دي نبتدي نشاغلها بقى في تدريبات فنية منتجات مبتقرة جديدة تصميمات جديدة ده بالتعاون ما بين كلية تربية نوعية عندنا قسم تربية فنية والمحافظة بحيث إن هم يعملوا زي مسابقات أو حاجة بقى لمنتجات مبتقرة منتجات منزلية عصرية يعني تبقى بديلة للمنتجات البلاستيكية نبتدي ندرب عليها للسيدات ده بالنسبة للتدريب نختار بقى إحنا مستهدفين 500 سيدة في أول مرحلة من الخلسوية سيدة عشان لازم أروح للفصل وعاوزين كمان نتابع تكريم حضراتكم وعاوزين بردو نتكلم عليه حابتين بس الفصل علينا حق زي ما بيتقل فهروح للفصل ونرجع نكمل الكلام طيب ممكن أستأذن دكتور أيمن واستأذن دكتور سمر فين احنا نشوف جانب من التكريم كده وإحنا بنتكلم برضو يعني هنشوفوا قدامنا عشان نبقى عارفين حطوا لنا انتوا التكريم وخليني أكمل يعني حواري وحديثي مع ضيوفنا الأعزاء دكتور أيمن عبد المنعم ودكتور سمر سعيد هرجع هنا أنا هجيلك تاني عشان تقولي على موضوع المستهدف بتاع الخمسمائة سيدة هرجع هنا لدكتور أيمن ممكن أنا سألت حضرتك في الفصل كفاندم هو تسونامي بعتبر أنها بفرج أفلام خيال العلمي تسونامي ده ممكن يحصل في البحار مثلا في نظر بحر المتوسط بحر القزوين لكن هل من الوارد أنه يحصل في البحار ولا هو يحصل في المحيطات بشكل أغلب هو أساسا لو بصنالها كناحية علمية بقى كناحية جيولوجيا بحرية في الكرة الأرضية متقسمها البليتس أو قطع كبيرة صفاعة الفرق ما بين الصفاعة هو ده مصدر دايما للمشاكل فإحنا عندنا في الصفاعة بتاعة أوروبا والصفاعة بتاعة أفريقيا الفرق ده هو اللي دايما بيحصل في الزلازل يعني مثلا بيحصل زلزال فين عند جزيرة أبروس لو حصل زلزال هناك بيوصل لنا الموجة بعد ساعة لو حصل عند جزيرة كريت فالسلسلة دي كلها هو الفرق ما بين البليتس بتاعتنا والبلتس بتاعة أوروبا لو حصل في كريت زلزال بيجي لنا الموجة دي بعد ساعتين فلازم يبقى فيه انذار مبكر يقولك الموجة ارتفاعها كذا خدوا بالكو دي بيصيبك بكام ريختر هديجي عندنا كذا ونعمل ايه ونتصرف ازاي وإحنا أساسا عنا نعمل سيناريوهات الميزة بقى في موضوعنا ده انه بتعامل منه سيناريوهات هنعمل ايه لو حصل كذا هنعمل ايه لو حصل كذا القدرة على التنبؤ أو الانذار المبكر ممكن تبقى قد ايه هل من الممكن ان انا بتابع التحركات بتاعة الصفائح القرية لو صح التعبير يعني ولو انا غلطان صح ارجوك والازاحات بتاعة الصفائح التكتونية او التكتونيك بلايتس وحاجات زي كده هل من الممكن من خلال ده او اقدر ارسل ده ومن خلاله اقدر اعرف ده احتمال يحصل زلزال كبير في المنطقة الفلانية وبناءا عليه اقدر انا كمان احلل البيانات دي فيقول انا استعداداتي المفروض تبقى كذا اه طبعا طبعا بس ايه طبعا يعني دي لها كذا شق اول شق شق علمي بتاع جيو فيزيكس ده اللي هو بيعرف انه حصل زلزال في المنطقة دي بكامير اختر ده اهم حاجة احنا على فكرة في مشروع شغالين فيه قريدي دلوقتي طبع مع الجانب الهولندي بندرس حاجتين ريب كارنس اللي هي بتشد الناس للبحر وتغرقهم والسونامي بندرسها دراسة كاملة بحيث ريب كارنس و ايه كمان ريب كارنس و ايه كمان والسونامي والسونامي الاتنين في المشروع ده مندرسها مندرس ايه ان لو حصل السونامي مسلا بمقدار كذا ريختر في المنطقة الفلانية هتجيلي بعدها ادي ايه بقوة ادي ايه بكل الصفات بتاعتها فلازم اكون عارف المشكلة الاكبر انه لازم اكون مهيئ نفسي لحتة ادابتيشن او تأقلم لو جت انا هعمل ايه هتصرف ازاي يعني مسلا مسلا البيوت القبلة لانها تقع بسهولة لا لازم بقى نجري نزبطها نعمل زي عارف الميزانين والحاجات دي يبقى فيه منطقة فيه يبقى امنة شوية ان لو حصل مية تكونت يبقى يقدر ما فيش حد يغرق والكلام ده زي زمان يعني اقصد ان فيه استراتيجية بتتعامل لمواجهة الحاجات اللي زي كده ودي اللي احنا بنساعد بيها بقى في المشروع بتاعنا ده استراتيجية بيعمل استراتيجية عشان مواجهة الكوارث والفايدانات وكل ما ينتج من الكلايمت شينج أو التغارات المناخية من ارتفاع امواج وكل الكلام ده لازم يتدرس وتعرف بذلك ربيان ده الحكاية صحبه وده وده وكبير شهر طب انا ارجع مرة تانية لدكتور سمر قتلي المستهدى في الاول كان 500 سيدة تمام ده هيخضوا كل تدريبات اجمالا سواء ريادة الاعمال او هي على المشغولات اليدوية يعني ان احنا نطور شكل المنتجات بتاعتهم من ال 500 دول وفقا لمعايير معينة منها التعليم طبعا هنختار 100 سيدة 100 سيدة دول هنوزع عليهم تابلت وعليها المكون الزاكي بتاعنا اللي هو الابليكيشن عليها كل تدريبات بتاعت الموردين لانهم برضو من ضمن الحاجات مو مش بيقدروا يوصلوا للموردين ناس اللي بتورد الخامة نفسها اللي هو بيشتغلوا بيها زائد المنصات التسويق اللي هي موفرها الدولة زي مثلا منصة ايدي مصر اللي بتقولي ده كلام عظيم اولا هنوزع لسيدات دول تابلت يعني معناها نحن هنضربهم أصلا على استخدامهم بالزبط طيب الحاجة التانية هيبقى عليها او تطبيقات واحد متعلق بالتوريد وعليه داتا بيز كاملة او قاعدة معلومات كاملة بالموردين ومنصات التسويق ومنصات التسويق اللي هي هتروج او هتبيع عليها المنتج بتاعه بالزبط كامل الفتوح ده كله كميلي اخر مكون بقى عندنا هو بقى التمويل هنبتدي نشبكهم بقى مع جهاز تنمية المشروعات اللي محتاجة ساعتها تاخد قرد بقى بعد ما تأهلت تأهيل كامل عشان تبتدي المشروع بتاعها او تبقى هي الأونر بتاعه تتاخد بقى التمويل بحيث ان احنا نطلع من القرية اللي هم شغالين بقى خلاص الدنيا اشتغلت لوحدهم وكده كده احنا كنا دربناها على ازاي بتعمل تدوير لرأس المال او المكاسب او الارادات والارباح الادارة مالية ادارة فريق عمل ازاي تعمل دراسة سوق وتقيس الفجوة السوقية بس كل ده بكلام بسيط جدا بس على الاقل اللي نبقى عارفه يعني بنوصلها بشكل او باخر ايه هي الارباح المحتجزة ايه هي الحاجات اللي نقدر ندورها تاني عشان احنا نجيب خيام ايه الفلوس اللي تقدر تصير فيها وتبسطي بيتك ايه الاخير بالضبط بالضبط ازاي تفصل فلوس المشروع عن فلوس بيتها يعني بشكل بسيط جدا اي حد يفهم هنا ارجع مرة تانية لدكتور ايمان عبد المنم وهو بقى الرابط اللي انا كنت بفكر فيه يعني علشان ما حد شوه بتفرج انه ايه اللي جاب القلعة جنب البحر يعني انا نكلم هنا على بنعمل ده في الفيوم ودكتور ايمان بيتكلم على السواحل الشمالية مسألة الانزارات المبكرة وهذه النظم المتطورة الى اي مدى بيستفيد منها المواطن العادي انا دكتور سمر السيدة الفضلة اللي موجودة في الفيوم فلاني الفلاني اللي بيشتغل في مهنة صد السمك علاني العلاني اللي بيشتغل على زراعة الزتون في مطروح حاجات زي كده هو اساسا ان احنا لما بنعمل استراتيجية ضد الكوارث ما لو الكارثة دي حصلت لقدر الله فلوس هنخسارها الارض هنخسارها ودي ارض مصر فلازم كلنا نحافظ عليها يعني لو حصل سي ليفل رايز او ارتفاع سطح البحر زاد ما بيساعد في زيادة اللي هو نحر الشواطئ وده شغل اساسي في شغل معهدنا فانا بعمل بنعمل الحاجات دي كلها عشان بنحافظ على كل المشروعات وكل الاراضي المصرية تمام الاراضي دي بفلوس والاراضي دي بتاعت مصر وصعب بنها تت جزء من سرويكي اكيد اكيد فهو مثلا مثلا مثال لو نحر الشواطئ الشاطئ اللي هو اتناحر ده ممكن الارض الاتناحر دي تكون ارض زراعية ممكن تكون مصنع ممكن يكون حاجة استثمر سياح اه يعني ايا كان مهم ارض لها تمن لها وضع فاحنا بنحافظ على الكلام ده كله تمام فيه طبعا مناطق بتبقى منخفضة اللي احنا بسمها لولاند ممكن يحصل لها انها تغرق وتتمالى مياه طبعا كل ده احنا بنحميها بنعمل مصادات طبعا مش بنعمل احنا احنا جهز شريع اساسي ايوه طبعا ف بس بنوص احنا حكومة احنا حكومة احنا احدى معاهد المركز القامل بحوث المياه يعني كل الحاجات ده احنا بنفكر فيها بحيث ان احنا ايه نحمي الارض دي فطبعا وجود سيستم متكامل لانذار مبكر انا شايف بصراحة يعني ده مهم جدا لازم يكون موجود يعني فعلا انه بيدي انطباع لكل متخزي القرار خد بالك لازم نعمل استراتيجية عشان كذا وكذا وكذا لازم نحمي ناس ارضنا من كذا وكذا وكذا وبناء على مبنية على داتة حقيقية حقيقية مزبوطة وداتة ريل تايم ده مهم جدا يعني المعهد بتاعنا ده بيشتغل على بحوث كل السحل الشمالي الغربي ولا كل السحل الشمالي المصري كل ساحل مصر الشمالية ولا البحر الأحمر البحر الأحمر كمان انما المشروع بتاعنا ده ممول على اسكندرية انما ميزة المشروع انه هو ممكن يطبق على اي مدينة ساحلية سواء في مصر او برا مصر لا انا عايز اروح بطولي اردر نروح انا فعلا يعني سعيد جدا طب هروح بسرعة لدكتور سمر قبل الختام وهسأل سؤال المشروع بتاعنا كله معتمد على مسألة تدوير مخلفات النخيل صحي كده بالضبط يعني مش بس تدوير مخلفات النخيل فيه كمان قشر رز لانهم بيمسكوه يعني بيلفوا عليه اللي هو الزعب ده طيب ده جميل جدا مقتضبة جدا في الكلام ما تسبينيش كده انا عايزك تصحيب القول شويتين يعني فضولي دقتين هحاول افهم منك انا بعمل كل ده سواء اذا كان قشر رز او اذا كان مخلفات النخيل وكان قبل كده بتعمل بها ايه بيتحرق طبعا بس بس هو ملوش استخدام يعني كمان احنا الملتقى اللي منظمه وزارة التخطيط الحقيقة ان احنا شفنا محافظات تانية فانا مثلا قبلت حد في محافظة الاليوبية جمعية من الجمعيات الزراعية وبتشتغل في تدوير مخلفات الزراعية عشان تعمل بها سمدة او اعلاف او ما شابه يعني فبتقولي انا عندي مشكلة في الزعف بتاع النخيل انا مبعرفش اضربه جوه المكان بتاعي لانه بيكسرلي المكان فكان حلو الوحيد عندي انه بيتحرق فمتعرفش تستخدمه ففين احنا عايزين واحنا بنستخدمه احنا بندور بالزبط كده على طول خدنا الاركام وعلى دول يعني هيحصل تعاون ان شاء الله مثلا بحاجة زي كده قشو الرز برضو الفلاح وكل اللي بيعملوه انه بيحرقوه تمام فيعني بتدوير او ان احنا نكبر الحرفة دي احنا بننتج منتجات منزلية صيقة البيئة فبنقلم بعثات طبعا من استخدام البلاستيك زائد اللي هي تدوير مخلفات زراعية كده كده كانت بتحرق فبرضو بتقلم بيتم احضارها يعني بالزبط ده بالاضافة بقول حليك زي ان احنا خلاص هنستعيد عن البلاستيك ان احنا يعني فيه منتجات تانية احسن والله انا بكره البلاستيك ده جدا انا عايز اشكر حضراتكم ده اولا شكرا جدا دكتور سمر بجد على الافكار النييرة دي ومبروك على التكريم دكتور ايمن برضو انا سعيد جدا باللحباتك بتقوله وبجد انا شبطان اجل حضراتكم المعهد وهحاول ان انا استقدا مع زميلي يعني ان احنا نبقى موجودين هناك واظنه ده يتوافق معك كوب 27 جدا طيب الحضراتك هتكونوا في شهر مغلقية ان شاء الله لايب انا هستنى لحد ما دكتور ايمن يرجع لحد ما دكتور سمر تعود مرة تانية من المؤتمر هكون انا هنا باستمر في وجبي وفي التغطية على مؤتمر كوب 27 نورتنا يا دكتور نورتنا يا دكتور سمر جدا بجد يعني الف شكر لحضراتكم الواحد بيبقى سعيد وفخور جدا انا من الناس التي تعلنها دائما اكتر حاجة تفرحني هي الجلوس مع اصحاب العقول الزهبية العلماء والنبهاء يا بغتي يمكن يتكتب لي في يوم من الام ان انا عادت مع ناس كبيرة بهذا الحجم كل الشكر لدكتور سمر سعيد معوط صوفي عضو المكتب الفني لمحافظ الفيوم كل الشكر لدكتور ايمان عبد المنعم الجمل مدير معهد بحوث الشواطئ اللي بإذن الله هزوره بعد ما نخلص مؤتمرنا في شرم الشيخ شكرا جدا لحضراتكم على حسن المتابعة سوان يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامج رقم عشرة اما احنا لو كان لنا العمر نقابلكم بكرا ان شاء الله وبرنامجكم التاسعة